نادي الأهلي فوز في منتهى الصعوبة على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية الصعوبة دي جاية ان انت تتكلم اتحاد دايما فريق كبير في قرات السلة حمل لقب لمسلمين متنين في كأس مصر وبالتأكيد المهم ما كانتش سهلة أكيد طبعا فريق الاتحاد السكندري فريق محترم ليه تاريخ كبير آخر كام سنة زي محدد كورت وما مسيطرين على البطولات دي حقيقة يمكن ما كانش فينا حظ يعني ان احنا كذا فاينا خسرنا السنين اللي فاتت الحمد لله السنة دي احنا ماشينا على موسم جديد بداية جديدة منهج جديد مع كابتن وجاستي الحمد لله لحد دلوقتي احنا اثبتنا ان احنا نجحين دخلنا ثلاث بطولات اخدناهم وان شاء الله يكون الدوري حالفنا باذن الله السنة دي المباراة الاتحاد بقى الشعبات اللي وجدتك في هذه المواجهة حسيت امتى ان المباراة ممكن تروح منك حسيت امتى ان المباراة ممكن تتطير من النادي الاهلي والله بصة هو فرقة يعني لعبة الباسكت عمتا لعبة ثواني ما تقدرش تحكم الاخر الثانية من اللي يكسب كنت بحكي لك بعد الفاصل كنت بحب الباسكت جدا كده بطلتها قلت احافظ على صحتي لعبة اعصاب طول الوقت ما تقدرش يعني لو فرقة كسبان عشرة بنت اقدرش تقول انها تخلص الماتش واتكسب وممكن في اخر رديقة مثلا الماتش يتقلب وفيه يحصل من الفرقة التانية وهي اللي تكسب فماتش بيبقى موجود في الملعب لكن هي بقى بيختلف هنا تحضيرك انت للماتش جهزيتك عقليا ان انت لحد اخر ثانية انت مركز في تعليمات الكوتش ومركز في تركيزك في الملعب واسرارك وعزمتك ان انت لاخر ثانية هتطلع على الماتش كسبان يعني فما قدرش اقولك ان انا امتى اقول كده يعني بس انا لا قدر اقولهولك ان انا من قبل الماتش حندخلين الماتش ان احنا هنكسب يعني انا كنت حاسس ان احنا هنكسب من قبل الماتش من بعد ماتش الزمالك الفرقة كانت فايقة الفرقة مركزة وهدفها كان باين قوي ان احنا داخلين نكسب مهما كانت الصعوبات الموجودة فيه ماتشات بتخشها وانت حاسس انك ممكن تخسر يعني بحاسس ان انت مش يعني الفرقة مش ماشة كويس الفرقة حلا مش كويس اه بالزبط يعني زي ما حداك بتقول كده ممكن فيه وقت كده مسلا تحس لا احنا يعني ايه مهزوزين شوي اه اه انت لبرده لما بتخسر ماتش او التاني ممكن تتهزي شوية ممكن اه تبقى داخل ماتش اه عندك ثقة المكسب اه لكن الحمد لله احنا زي ما قلت الحضرات السنة دي ان شاء الله يكون موسم استثناء في النادي الاهلي ونقطر ناخد كل البطولات ان شاء الله باذن الله اه ان شاء الله حاسسها جسدي فرق معاكم طبعا مدرب قدير مدرب كبير عقلية احترافية ما شاء الله يعني فارق معنا جوجوده في الملعب نفسيا بيعارف هو ازاي يسيطر علينا في النقطة ديت ودي فرق معنا جدا كمان مع كل العيف في الملعب والاثبات موجود يعني هو مش محتاج ان انا اتكلم عليه عارف في مدربين يعني ايه انا افهم في مدربين كورة القدم في مدربين نجوم بس دايما في كورة السنة مع قامل طبعا الاحترام لكل الاسماء اللي بتدرب في السنة وكلهم اسماء كبيرة وعظيمة بس اجوزتي ده تلاقي المصريين كلهم عارفينه يعني مش مدرب كورة مدرب كورة الناس كلها تبقى عارفينه مدرب البسكت ممكن بعض الناس مبقاش عارفينه لكن اجوزتي نجم يعني بقى نجم اوه شعبيه دكتر مننا عايزة عايزة اقولك ان احنا كفرقة بنمشي في الشارع الناس بتصور معهم متصورش ملاحظة صح كده ايوة ايوة انا مش قادر تفتكي الليه يعني تفتكي الليه انا بقولها اكيد عشان هو برضو يعني بصراحة السنة الفاتت كان مع زمالك حقق دوري وحقق بطولة افريقيا يعني حقق انجازات برضو كم يعني جديد عليه موجود ان فرقة تاخد كذا بطولة يعني بتبقى صعبة في مصر يعني ان فريقي سيطر على كم بطولات بكم التركيز بكم الهاصل ده بيبقى صعب شوية يعني فهو ما شاء الله هو الحد دلوقتي يعتبر مخسرش بطولة دخلها من ساعة ما جاء مصر حتى قبل النادي القلي بيلعب في اكبر اندية في مصر اكتر اندية جمهورية وطبعا النادي الاهلي المكسب فيه غير يعني هو لما ياخد بطولة من اول بطولة اخدها اول بطولة اخدناها بطولة عربية مكسبها في النادي الاهلي بيبقى لي احتفالية خاصة بجمهوره يعني جمهور النادي الاهلي جمهور كبير شعبية كبيرة فده طبعا الناس بتحبه يعني غير ان هو بقى تحسه مصري أصلا يعني هو تحسه بملامحه بطريقته معنا احنا مع الناس حتى من الناس في الشارع، لو هو واحد معدي في الشارع وآخر الدنيا ومثلا معايد صورا يقوله يقفلوا ويستناي يعني بيحب جدا هو الكلام ده يعني معاكو، انت بتقوله بحس مصري معاكو، بيعمل ايه فهنت بتحس بحتة لا هو برا الملعب هو واحد زي يعني واحد صاحبك يتكلم معاك ويخرج ويتمشى معاك يعني احنا يمكن بعد المطش الأخير روحنا أكلنا عند مطعم يعني بدون ذكر اسمه الناس هناك هو واحد منهم وقف ورقص معاهم وطلع موبايله وقعد يتصور مع الأجواء ومع المكان ومبسوط فهو يعني حابب جدا الأجواء والعيشة في مصر وبيحب المصريين جدا هو مرتاح مع النادي الألي يعني لحد دلوقتي ان شاء الله يعني يكون فعلا هو ده اللي موجود وانه هو مرتاح وأظن هو فكرته احترافيا أكتر بس يعني هو حابب المكان حابب النادي اللي هو موجود فيه يعني دايما لما بيجي يتكلم النادي موفر لنا كل حاجة أكبر نادي في أفريقيا فده أكيد طبعا مرياحه نفسيا انه هو كبزنس يعني انه هو عارف يشتغل في مكان موفر له كل حاجة هو عايزها يعني طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر